نروح لأخبارنا لسا مكملين لنادي الأهلي خلاص توصل لكافة تفاصيل التعقدية في صفقة انتقال أحمد يسر ريان مهاجم الفريق لنادي أنتايز تركي على سبيل العارة بعدما تم قاطع خلاص العارة بشكل رسمي مع نادي سيراميكا كيلو باترا خلاص الساعات القليلة جدا المقبلة وهيطير اللعب ان شاء الله لتركيا لإنهاء إجراءات انتقاله للنادي التركي على سبيل العارة نادي سيراميكا كيلو باترا قال في بيان رسمي مبارح بالليل إنه في إطار العلاقات الطيبة والود طبعا المتبادل بين النادي الأهلي وإدارة النادي هو طبعا وفقت على طلب إدارة النادي الأهلي بشأن سفر المهاجم أحمد يسر ريان لتركيا من أجل الخضوع للكشف الطبي وإنهاء إجراءات انتقاله اللعب بأحد الأندية التركية بدءا من الموسم الجديد وأضاف البيان تواصل مجلس إدارة النادي الأهلي مع مجلس إدارتنا من أجل وموافقة على منح أحمد يسر ريان استثناء واستماح لي بالسفر وعدم استكمال فترة الإعارة المتفق عليها بين الطرفين حتى نهاية الموسم الحالي والذي طبعا يبقى يمتد إلى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاد وتم النادي في بيانه جاءت موافقة مجلس إدارة نادي سيراميكي كروباترا بتعكس تقدرها طبعا لإدارة النادي الأهلي أولا وإيمانا أكيد منها بالجهد الملموس اللي قدمه أحمد يسر ريان خلال فترة قارته الثانيا بعد ما طبعا ما سامف تحقيه نتائج إيجابية كبيرة جدا مع الفريق خلال مشواره الدوري يعني سجل 15 هدف التفاصيل طبعا اللي عندنا في الأمور التعقدية بين النادي الأهلي وبين الفريق التركي بخصوص أحمد يسر ريان هي يحصول النادي الأهلي على 300 ألف دولار طبعا للإعارة وفي حالة البيع يحصل النادي الأهلي على 2 مليون دولار بعد ما يتباع بقى الموسم اللي هيلعب فيه لو قدر كمان أحمد يسر ريان يسجل 15 هدف ويشارك فيه 20 مباراة مع النادي الطبع النادي الأهلي كمان هيحصل على نصف مليون دولار امتيازات أخرى من النادي التركي إذا قدر إن هو يشارك فيه 20 مباراة ويشجل 15 هدف